السلام عليكم عليكم السلام حياكم الله أبو مهدي يا الله هلا سيدنا الغزيز هلا هلا السيد بخير صلى على محمد وآله محمد هلا سيدنا هلا والله كنت أتحقى أنا أنا موالي من مصر وكنا نتحدث الآن عن الفرقة الناجية وأحبابنا أن نسمعكم الموالين معنا في مصر أحبابنا نسلم عليكم وعلى شيعة لبنان عراسي يا سيد أهل مصر أهل الكرامي والنخوة الله الله يا رب تكمل معي والله أبو مهدي كنت أتحدث يعني أن الاثنى عشرية هم الفرقة الناجية أليس كذلك يا أخي نحن ما فينا ندعي ما فينا ندعي نحن ناجيين وغيرنا هالك بس في أدلة على ذلك نحن من ناقش بالعلم بالوقائع نقول هذا بس نحن هل ما فينا يعني ولا مرجع من مراجعنا بيقول ولا يجوز أنه نحن نهلك المسلمين نقول نحن هذا البينات وهيد أهل البيت عليهم السلام أنا بيعجبني الطقية بتاعت لبنان صراح بيمشي ورا رسول الله بس ما فينا ندعي أنه نحن ناجيين وغيرنا هالك بس شيخ أبو مهدي شيخ أبو مهدي أيوة شيخ أبو مهدي يعني كيف نكون إحنا كده من الفرق النارية لأن القرآن علمائنا القدامة الإخبارية قالوا محرف السنة لا يوجد عندنا كتاب صحيح يجمع أحاديث النبي الصلاة يجوز أن الواحد يصلي الجنازة جنوب كما قال السيء الخميني والواحد نزل عليه مازي ولا حاجة الصلاة صحيحة ولا يخرج من الصلاة ولا حاجة السدك والأمانة استبدلنا بالطقية الحج بقنا من حجة إلى قبر الحسيني كتب له مليون حجة ومليون عمر فإن لم يكن هذه هي الفرقة النارية فمن الفرقة النارية أنا أقسم بالله أن الاثنى عشرية من الفرق النارية الحمد لله الله يبارك فيك يا سيد أنت من مصر سيدنا؟ بقولك أنا أقسم بالله أن الاثنى عشرية هم الفرقة النارية بارك الله فيك الله سبحانه وتعالى يجعلنا على خطى رسول الله لا تفين قل لي فين أحاديث رسول الله يا شيخ أبو مهدي نعم أين أحاديث رسول الله؟ أنت على خطى حسن نصر الله وعلى خطى خامنئي فين أحاديث النبي عندكم؟ الكافي في أكتر من 16 ألف رواية عدد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم 92 رواية فقط وده عفل بهبودي نعم يعني فين؟ حياك تفضل حياك سيد نحن الإسلام مر علي مر علي ويلات مر علي فتن هناك إسرائيليات حتى وصلت الأمر شو تبنا عليه على المنابر وشو تبنا الصحابة وفلان يسب فلان وفلان مرضى وفلان يعني هي مسألة فتنة مسألة أنه الإسلام لأنه إذا توحدوا على كلمة سوا ما حدا بيعود يقدر لهم لأنه أنا عندي حل يا شيخ أبو مهدي ما رأيك أنا وأنت الآن؟ لأنه هني بلاد غنية وبلاد ممنوعة أو إذا توحدوا وإذا كانوا كلمة سوا لأنه أنا بدي أقول لك شغل يا سيد نعم أنا فيني يقول بيقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مثله مثل بيقول لا وجودة لله مثله مثل الملحد لأ ما أنا قلت لك مش مثله زي بعد يا بو مهدي أنا بقول لك الآن فيه فرق نارية هو فيه فرق بتنتسب الإسلام لكن هي فرق نارية كما أخبر النبي صلى الله عليه وقالي عندنا وعندكم إيه رأيك الآن أنا وأنت الآن نضع أيدينا في أيدي بعد اسمعني يا بو عم تسمعني سيد حبيبي نعم فلذلك هناك 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 من غالب يحب آل محمد وبيضيع المغالات بالحب ما بيجوز والمغالات بالبغض ما بيجوز اليوم نحنا التفسير مهم نحنا القرآن واحد قبلتنا وحدة أحيانا تحكي حضرتك كلمة تأهيل خلاف التفسير تفسير الآية هل أنا إذا أخطعت أو أنت أخطعت تفسير آية أو فهم آية بخرجك عن دينك ما ذلت محب لي محمد وآل محمد أبداً أه هو الدين محب محمد وآل محمد الكلام مش مقبس يا أبو مهدي هقولك على شيء إسمعني أنا ضد التطرف والله أنا وأنا وأنت ضد التطرف بس إسمعني أقولك على حاجة يا أبو مهدي إيه رأيك لو حطنا أدنا في إيد بعد أنا وإنت الآن وإنت قلت أن الخليفة بعد النبي هو أبو بكر علشان نحط أدنا في إيد بعد ما هي مش قصة خلافة لا والله قصة خلافة والله قصة خلافة يا أبو مهدي ما أنتو ده أنتو كفرتونا عشان خلافة الأئمة أنت عندك في كتاب مقدمة تفسير البرهان بس مش هارف أهم عشان الكورس ورا حاجة في مقدمة تفسير البرهان بيقولك أن أول حاجة من أنقر إمامة أحد الأئمة أو جاها ده ما أوجابه له الله من حق التاع فهو كافر ضل مستحق الخلوط في النار قل يلا بقى قل أبو بكر والخليفة بعد النبي لأن أنت والله يا أبو مهدي في بث مباشر الإنكار الإنكار السياسي هناك إنكار سياسي وهناك إنكار نحن منقول هؤلاء صحابة الرسول اشتهدوا فأخطأوا أخطأوا في إيه؟ قل لي أبو بكر أخطأ فيه عشان ما تتبعه هو اشتفض إخيب أنت غدير خم غدير خم من؟ بيعة الغدير حجة الوضاع المذكورة في كتب وصحاح جميع المسلمين وفي إجماع وتواتر عليها من كنتم مغلافة هارت وموجودة بكل الكتب طيب يا شيخ أبو مهدي شيخ أبو مهدي أنا في إيدي الآن كتاب نهج البلاغة لأمير المؤمنين المنسوب لعليه رضي الله عنه في كتاب نهج البلاغة أريئته هوت قدامه هوت ما فيش أي حاجة ذكرها عن خطبة الغدير بما أنك أنت إثنى عشر جعفري تستطيع تجيب لي من كتبك نص إن الإمام علي سلام الله عليه قال أن حديث الغدير كان نص من النبي صلى الله عليه وسلم وكان نص من النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الإمام ليه تفضل طبعا كان نص ألا مش عم نحكي بإثبات النص ما إحنا عم نحكي للوقت إن إنت مش عارف تجيب دليل هاتلي دليل إن الإمام علي قال كده إنت أعلم من الإمام علي تليفان إنت أعلم من الإمام علي إنت شرعك بالنبي آدم عليه السلام بالنبي مين؟ بالله آدم نبي الله آدم نبي الله آدم كافر في معتقدك لأن عندنا رواية في كتاب بحر الأنوار بتقول إن النبي آدم سلام الله عليه نظر إلى الأئمة بعين الحسد وتمنى منزلتهم فالشيطان وسوسلا وأكل من الشجرة ما هوت والله وحوّأ أيضا نظرت بعين الحسد إلى الأئمة سلام الله عليه أيضا إلى فاطمة هات 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 روايات البخاري أو مسلم نعم نعم كل ما في البخاري ومسلم صحيح هات لي إشكالك على البخاري ومسلم لا يا سيدة أنا مش بنقاش هلا أنا مش بهذا النقاش ومش هلا أقدر نقاش لأ طيب يا شيخ أبو مهدي بالله عليك أنا أتمنى لك النجاة والله أنت على ضلال أنا أتمنى لك أن تنجو من معتقد لاثنة عشرية إن شاء الله إن شاء الله حسن نصر الله لن ينفعك فين إمامك المهدي وين إمامك الغائب أنا بينفعني الله سبحانه وتعالى وحبي لله ومشي على سيرة رسول الله طيب هل أنت تعتقد بوجود الإمام الثاني عشر؟ طبعا إجمع لي عند جميع المسلمين لا والله مش جميع المسلمين أهو شفت أنت قلت إجمع لي جميع المسلمين وفيش ألا أنتوا بس اللي بتقولوا كده طيب الراجل ده عايش بقاله 1200 سنة بيروح للحلاء بيأكل فين بيشرف فين بينامي إزاي متجوز الخضر ميت الخضر ميت الخضر مات وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فالخضر مش عايش طيب الشيخ أبو مهدي أنت الآن في بث مباشر على قناة رامي عيسى اسمع يا أبو مهدي بقى المفاجأة اسمع أنت الآن طيب يا اللي مش شيخ أبو مهدي يا اللي أستاذ مش شيخ أنت في بث مباشر يا أبو مهدي زعيدر في قنات رامي عيسى حياة الله يستمع إليك السنة والشيعة وكنا ننتظر منك أدلة على أن الإمامية الاثنى عشرية فرقة ناجية أهو والله هجينا للمظلمية ومسمي نفسك سيد حيدر عشان تكمل معي الاتصال وعشان اتصل عليك هل تستطيع وأنا أعطيك الفرصة مرة أخرى تستطيع أن تثبت لنا أن الاثنى عشرية هم الفرقة الناجية يا عم أنا مالي مالي الشعوب العربية يا عم وانت هتقدم في انتخابات رئاسية قريب ولا حاجة في لبنان أنا مالي مالي الشعوب العربية أنا بكلمك أنت في الدين دلوقتي يا عم أنا مالي مالي الشعوب بكلمك في الدين تستطيع أن تثبت لي أنكم الفرقة الناجية تفضل هيرب والله هيرب واسكر مافيش إجابة مافيش أنت روح ليمين شمال هما أتباء حسن نصري الله دائما يستخدمون الطاقية وأؤلاء ما يكونوا مع بعض ويكونوا جلسين مع بعض الوحديهم يبدأون يلعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وده رأسهم الخميني وده كتاب الخميني طاغوت العصر إن شاء الله هنزله لكم قريبا في الموقع في شوية تصحيحات بس فيه بقي إن الخميني كان بيلعن وبيتهم الصحابة أنهم أنجس من الكلاب والخنازير لعلنه الله وجعل الله قوبروا حفرة من حفر النيران فكيف يزعمون أنهم الفرقة الناجية وهم يستخدمون التقية وخايفية مش قلتلكم أيها الأكارب الصدق والأمانة يأتي أمر التقية هنا النفاق استغدلوا الصدق والأمانة بالنفاق كان معكم الشيعي من لبنان أبو مهدي زعيطر أقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو أن تظهر إعجاب وتشارك رابط الفيديو ولا تنسى أن تشغل الإشعارات كي يصل كل ما هو جديد